ترجمة نانسي قنقر بالإضافة إلى الإطلاع على نتائج دراسات الجمعية وتأثيرها على الإصلاحات التعليمية الوطنية إلى جانب عقد جلسات للتطوير المهني حول مواضيع تتعلق بالدراسات التي تشرف عليها الجمعية الجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد اختيرت عضوا في هذه الجمعية منذ العام 2016 وذلك لجهودها المتميزة في تنفيذ عدد من الدراسات الدولية التربوية ترجمة نانسي قنقر